مصدر في النادي الاهلي قال لنا حكاية حلوة احكاها لكم انا مش من الناس اللي كل شو هتقول ايه فاكرين لما انفرطت مش عارف ايه انا بقول دايما كلها ابنكتهد كل الناس اللي مش تغير في العام بتكتهد فما ممسكش في انفراض بس دي تحديدا بتفاصيلها كلها قلناها هنا في رقم عشر من ممكن تقول من شهر شهرين كمان من فترة يعني محمد الشناوي قلنا من بدري انه عنده عرض من نادي النصر السعودي وحكيت لكم الحكاية واقرارها تاني النهاردة العرض من نادي النصر لمحمد الشناوي عمين يقول له احنا عايزينك تلعب معنا او يعني الوقلة او الوسطة اللي بينه لازم تتيجي النصر احنا محتاجينك احنا 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 لما محمد الشناوي اطلب ان الموضوع في الاهلي يبقى فيه قرار فالنادي الاهلي قالوا له موافقين من حيث المبدأ بس عايزين عرض رسمي هتلينا عرض رسمي نشوفه وناخد فيه قرار وهم موافقين من حيث المبدأ ليه احتراما لتاريخ الشناوي وبطولات الشناوي والتزام الشناوي طوال الفترة المضاية فقالوا له من حيث المبدأ موافقين بس هتلينا عرض عشان نبحثه فالنادي الاهلي النهاردة ادى للشناوي مهلة 48 ساعة قالوا له 48 ساعة يجينا عرض من النصر السعودي بشكل رسمي يا اما هنقفل الباب ده تماما طيب ليه الاهلي مدي لمحمد الشناوي فرصة 48 ساعة عشان النصر يبعت عرض رسمي 48 ساعة فقط ليه عشان الاهلي وافق على الرحيل علي لطفي بناء على فكرة ان الشناوي مكمل فقالوا له لو انت ناوي تمشي او العرض كان تمام وهنوافق عليه قلنا بسرعة او عايزين العرض بسرعة عشان نرجع كلامنا في كسة عائل لطفي نقول له لا اقعد بقى لا استنى شوية انت مش هنفع تمشي الشناوي هيمشي لكن الشناوي بكمل يلا يعالي خد لك فرصة في حتة تانية ونادي زد يعني تحديدا لكن الموضوع كل شوية الشناوي اجماعة في عرض ماشي هتلينا العرض يا شناوي احنا ما عندناش مانا فالاهل مستنى العرض خلال تمانية واربعين ساعة عرض من نادي ابن نصر السعودي بالمناسبة نادي نصر كان فاتح خطوط اتصال مع كسين من حراس المرمى العالميين وحطين الشناوي ضمن الخيارات يعني هم حطين الشناوي ضمن حراس مرمى عالميين عشان يتعقدوا مع احدهم ويبدو انه القرار على محمد الشناوي التاخد في نادي النصر السعودي بس ده هيترجم رسمي بعرض رسم للنادي الاهلي اللي مفهود يحصل خلال تمانية واربعين ساعة ترجمة نانسي قنقر